في عام 2023 تستعد دول عدة لإطلاق مهمات ورحلات استكشافية طموحة إلى الفضاء فلنتعرف إذن إلى أبرز ما سيأتي به العام الجديد من إنجازات تتجاوز كوكب الأرض من أكثر الاستكشافات العلمية التي يتطلع إليها العلماء أول رحلة مدارية لمركبة ستارشيب من المعروف أن عملية الإطلاق قد أجلت مرات عدة في العام الماضي بسبب أعطال تقنية لكن الشركة المشرفة على مركبة ستارشيب وهي سبيس أكس أكدت أن البشرية ستشهد قريبا إطلاق أقوى صاروخ تشغيلي في العالم سبيس أكس كرو سيكس هذه المهمة أيضا هي من أكثر مهام سبيس أكس ترقبا أرواد المشاركون فيها ومن بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان يادي سيقدون ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب علمية متقدمة شركة بوينغ بدورها تنوي استكشاف الفضاء الواسع ذلك من خلال إرسالها هذا العام أول بعثة على متن مركبة الفضاء ستارلينر التابعة لها لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية بحلول فبراير المقبل ستستغرق هذه الرحلة ثمانية أيام وستشكل مهمة الاختبار النهائية قبل أن تتمكن ناسا من اعتماد ستارلينر في مهام رواد الفضاء الدورية وسيشهد العالم أيضا إرسال المركبة الاستكشافية جوس وهي أول مهمة روبوتية لوكالة الفضاء الأوروبية لكوكب المشترى وأيضا ستقوم كذلك المركبة بالعديد من الرحلات إلى الأقمار المحيطة بالمشترى يوروبا جانيميد وكاليستو تخطط روسيا بدورها لإطلاق مهمة لونا في يونيو المقبل بوضع مسبار على القمر لجمع عينات من المنطقة القطبية الشنوبية ستكون هذه الرحلة أول مهمة استكشفية للقمر لروسيا منذ عام 1976 رحلات استكشفية إذن وأبحاث جديدة سترى النور على مستوى الفضاء مستقبلا وما سنشهده في عام 2023 ما هو إلا بداية لمشوار طويل إذ تهدف القوى الفضائية مثل الولايات المتحدة الأمريكية روسيا والصين إلى إقامة قواعد على القمر ليعيش فيها رواد الفضاء وحتى البشر في يوم من الأيام القادمة معنا من عمان مدير الوحدة الأكاديمية في المركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء سيد حنة صبات سيد حنة أهلا وسهلا بك يعني يوم بعد الآخر يزيد التطور في مجال علوم الفضاء وبالتالي يترقب الجميع ما الذي سيحمله لنا العام 2023 من اكتشافات فضائية كل هذه يعني الرحلات والخطط المقررة والمرتقبة ما الذي ستقربنا له ما الذي ستكشفه من علوم وإنجازات الفضاء خلال عام 2023 شكرا على هذا السؤال وهو سؤال مهم جدا طبعا يمكن أن نقسم المهنات الفضائية إلى عدة نطاقات يعني أذكر طبعا هناك أقمار صناعية خدمية وهذه عملية مستمرة يعني مثل الأقمار صناعية الخاصة بالاتصالات مثلا أذكر شبكة ستارلينك التي تطلقها شركة سبيس اكس هذه مستمرة لأنها ستوفر خدمة الإنترنت عبر العالم كله يعني في أي بقعة من دقاء العالم هناك أقمار صناعية خاصة بالاستشعار عن بعد أقمار صناعية خاصة بمثلا تحديد الموقع أقمار تحديد الموقع ربما ستكون هناك مجموعة جديدة سيتم أطلاقها إلى آخر يعني إذن هذه الأقمار الخدمية لأن لها عوائد تجارية يعني عوائد تجارية وعوائد مادية كبرى هي مستمرة على مدار السنة يعني من قبل وكالات الفضاء الدولية وحتى شركات القطاع الخاصة مثل سبيس اكس هناك بالمقابل مهمات فضائية خاصة باستكشاف أجرام النظام الشمسي وكما ذكرتم مهمة جوس لاستكشاف كوكب المشتري وأقماره وطبعا هناك مهمة أخرى من MIT لإستكشاف كوكب الزهر طبعا هذا نطاق آخر وهناك أيضا مهام خاصة بدراسة الفضاء العميق باستخدام التلسكوبات يعني أذكر على سبيل المثال الصين ستطلق تلسكوبين في مجال الأشعة الصينية يعني سيرصد في مجال الأشعة الصينية وهناك تلسكوب يشابه هبل حقيقة الصيني أيضا سيرصد فيه من وجال الضوء البصري أو الأشعة البصرية قطره نحو مترين وهو سيكون قريب من محطة الفضاء الصينية وهناك أيضا تلسكوبان آخران ستطلقهما الهند أيضا والهند هي لاعب مهم جدا حاليا طبعا هناك أيضا موضوع المحطات هناك لدينا حاليا محطتان عاملتان تدوران حول الأرض الأولى هي منذ عام 2000 وهي ISS للمحطة الفضاء الدولية والثانية هي محطة الفضاء الصينية التي أطلقت حديثا وستستمر هتان المحطتان في استقبال رواد فضاء جدد وإعادة رواد فضاء كانوا موجودين على متنها لأنها عملية مستمرة وطبعا هذا سيزيد من فهمنا لظروف انعدام الوزن وكافة التجارب الهندسية والفيزيائية والطبية والكيميائية التي تجرى على متن هذه هتان المحطتان طبعا يبقى هناك موضوع مهم آخر فئة استكشاف القمر وأعتقد أن هناك سباق محموم جديد لاستكشاف القمر بل والاستيطانه يختلف عن سياق ما حصل إبان الحرب الباردة وسباق الفضاء القديم الذي انتهى في سبعينيات طبعا أثر مهمة أمريكية كانت تقول لك سيد حنة عام 1972 عذرني على المقاطعة ولكن ربما نعود إلى هذه النقطة هناك البعض يعني يتساءل عن مسألة الرحلات السياحية إلى القمر وكيف إنه شركة سابقا إحدى الشركات الأمريكية الخاصة أطلقت هذه الرحلات الخاصة إلى القمر رحلات سياحية طبعا بتكلفة خيالية لكن البعض يتوقع أن تقل وتتناقص هذه التكلفة هل سيشهد العام 2023 ربما شكل جديد من هذا النوع من الرحلات إلى القمر في الحقيقة حاليا السياحة الفضائية تقتصر على ما يدعى بسب أوربيتل يعني هي حقيقة لا تأخذ مدارا كامل حول الأرض عبارة عن رحلة زي كان جسم مقذوف وثم يعود إلى الأرض في الوضع الحالي طبعا لماذا لأن هناك أولا مخاطر عدة يعني وهناك أيضا كلفة عالية أردنا أن نضعهم في المدار أو حتما ليس الآن الوصول إلى القمر بهدف السياحة لكن في المستقبل لكن يبقى الأسهل حاليا هي هذه الرحلات لدون مدارية وهذه طبعا مهمة جدا يعني أنها تدر أموال كبيرة على تلك الشركات التي تقوم أو تنظمها لكن موضوع وصول الإنسان إلى القمر بهدف سياحي أعتقد أنه مبكر الآن لكنه موجود ضمن خطط الكثير من ليس فقط وكالات فضاء يعني تيادية أو حكومية ولكن أيضا شركات من القطاع الخاص أذكر منها سبيس إكس وفيرجين جالاكتك وغيرها يعني على سبيل المثال للحصر صحيح طيب سيد حنة بالحديث عن القمر لأنه أيضا ذكرت فكرة التسكين أو فكرة اكتشاف القمر واكتشاف الموارد الموجودة على القمر أين نحن الآن من هذه الفكرة فكرة البحث عن المياه فكرة البحث عن الموارد البحث عن المعادن على سطح القمر هل تمت مؤشرات في هذا الإطار نعم الآن طبعا هناك كما ذكرت قبل قليل هناك سباق جديد ومحموم للعودة إلى القمر أذكر اللاعبين الأساسين بالتأكيد هناك الولايات المتحدة ومجموعة أرتيميس طبعا هناك عدة دول نحن 15 أو 20 دول حاليا وقعت حاليا على اتفاقيات أرتيميس لاستكشاف القمر وأيضا لوضع مستوطنات طويلة الأمد على سطحه هناك روسيا عودة روسيا من خلال لونة 25 كما ذكرته هناك الصين وهناك الهند يعني هناك أربع دول طبعا الولايات المتحدة ومجموعتها بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى وقد طبعا هذه دول ثلاث أخرى قد تتعاون أيضا بدورها في المستقبل بشكل تكتل يعادل أرتيميس لأنه في النهاية مشاريع الفضاء لا يمكن أن تقوم فيها بها دولة واحدة مهما عظمت ومهما كانت قدراتها العلمية والتقنية بسبب الكلف وأمور أخرى لكن من ناحية القمر فهو قبل وضع بشر على سطح القمر لفترات طويلة يجب استكشاف المناطق التي توجد فيها موارد مهمة أذكر منها مثلا وجود المياه وطبعا معروف أن المناطق القطبية عند القمر للقمر توجد بها مناطق يعني جليد ماء هو مجمد ضمن الفوهات القمرية المحمية من الأشاعر الشمسية ولذلك يمكن من خلال صار هذه المياه أن نحصل على هذا الجليد يعني أن نحصل على المياه اللازمة سواء للشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها بالطبع هناك موارد أخرى مهمة يعني عملية التعدين تعدين القمر هي خطوة ليست فقط مهمة بل حتمية لأنه إن أردنا أن ننشئ مستوطنة طويلة الأمد لا يمكن لهؤلاء الرواد أو يعني الرواد الفضاء الذين سيقطون القمر أن يحملوا معهم موارد طبيعية صخور وبترول مثلا ومواد أخرى طبعا هناك مصادر مثلا هيليوم 3 هو أحد النظير للهيليوم موجود بوفرة على القمر وهو مهم جدا في الاندماج النووي يدخل في الاندماج النووي وبتالي أعتقد أن نعم موضوع التعدين في القمر سيكون شيء حتمي ومهم شيء مهم ومحل دراسة بالتأكيد خلال الأعوام المقبلة لكن تبقى لدي دقيقة دكتور حدنة وما يتعلق بمفهوم الذي يتحدث عنه العلماء استدامة الفضاء وفكرة ضمان أمن وسلامة الفضاء من خلال قوانين منظمة للعلاقة بين الشركات المشغلة المركبة الفضائية ولا لقى بين الدول أيضا اللاعب الأساسي في الفضاء أين نحن من هذا المفهوم من مسألة استدامة وأمن الفضاء هذا موضوع مهم جدا كنت أود أن أتحدث عنه وأشكرك على السؤال في الحقيقة هناك خمسة اتفاقيات دولية أولاها وقعت عام 1967 يعني في بدايات استكشاف الفضاء وكلها تتعلق بتنظيم كل ما يتعلق بالفضاء ويعني تقول باختصار أن الفضاء هو ملك البشرية جمعاء وأن علينا أن نستقنمه لصالح البشرية وينبغي عدم تسليح الفضاء إلى آخره لكن موضوع الآن أصبح أكثر تعقيدا مع دخول شركات القطاع الخاص يعني في الأول كانت عبارة عن وكالات فضاء حكومية تخص دولهم بالتالي أعتقد أن هناك يعني دراسات وهناك مؤتمرات تعقد حاليا بهدف استدامة الفضاء وعدم التعدي على حقوق البشرية ككل يعني في النهاية ستكون هناك عملية تعدين ستكون هناك عملية تلويث أيضا للبيئة للبيئة القمرية للبيئة المريخية في المستقبل وغيرها حتى الأسترويد أو الكويكبات يمكن تعدينها فكيف يمكننا أن نحمل الفضاء وهناك بالفعل مشكلات قائمة حاليا يعني مثلا الفضاء القريب من الأرض ملوث جدا بالحطام الفضاء ناتج من مخلفات الصواريخ والأقمار الصناعية وغيرها وهذه مشكلة كبرى حقيقة وأعتقد بالمستقبل ستزيد أهميتها وهناك فئات تدرسها من ناحية قانونية وأخرى تدرسها من ناحية تقنية بهدف حل هذه المشكلات شكرا جزيلا لضيفنا من عمان مدير الوحدة الأكاديمية في المركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء الدكتور حنى صبات أشكرك ترجمة نانسي قنقر